تقلمنا على أهمية ماتشل النهاردة ويمكن ميستر كولر قال آه ويمكن فاروق قال نفس الكلام اللي قاله ميستر كولر مبارح إن ما فيش حاجة اسمها بقت صعبة وسهلة بقت تقريبا تقريبا كل المباريات بقت صعبة من ناحية الفنية وقومتش من السهل أيوة صحب ميستر كولر قال في المؤتمر الصحفي إن تقريبا الفرق شبه متساوي الفرق شبه متساوي يعني آه في القوة يعني هو قصده في القوة في المستوى الفني طبعا أنا موجهة نظري زي جماهير النادي الأهلي الأفضل النادي الأهلي المتميز هو النادي الأهلي اللي بيمتلك عناصر جيدة في جميع الخطوط هو النادي الأهلي والأجهز فنيا هو النادي الأهلي يعني الأجهز فنيا لصدارة المجموعة هو النادي الأهلي مطلوب مننا بس التركيز شوية التركيز شوية في النواحي الهجومية في الفرص السهلة اللي بتضيع والتركيز شوية في النواحي الدفاعية في بعض الأخطاء السازجة اللي بنتحمل نتيجتها في آخر المباراة يعني المباراة اللي فاتت احنا اتبسطنا بالأداء النادي الأهلي الشوت الثاني أداء يعني هو ده الأداء الأفضل من بداية الموسم حتى الآن الشوت الثاني في المباراة اللي فاتت كان الأولى أن احنا نطلع كسبانين يعني نتيجة التعادل بصراحة نتيجة غير عادلة نتيجة غير عادلة ولكن احنا قلقنا يعني احنا وحنا بنتفرج هنا على الماتش والشوت الثاني تسيّد كامل للنادي الأهلي وفرص مهدرة بالجملة ابتدنا نقلق ابتدنا نقلق مع أن ايه؟ مع أن فريت يونج أفريكانز الشوت الثاني معدلش نص الملع ولكن ابتدنا نقلق من الفرص المهدرة الكتير وفعلا دفعنا تمنها في آخر الماتش مع أن احنا جيبنا مع أن دي مش عادتنا احنا المفروض أن احنا بنجيب يعني حتى لو الأمور متساوية النادي الأهلي بيفرد اسلوبه وبيفرد سيطرته لحد نهاية المباراة احنا جيبنا جول فعلا في نهاية المباراة فكان من الأولى أن احنا نحافظ عليه نبتدي نركز في الملعبنا نلعب كرة نضيع الوقت اللي فاضل كان نقلق ستلاتة أربع داي ولكن معلش قدر الله ما شاء فعل ولكن العرض بتاع الشوت الثاني الماتش اللي فات لا يعني أسلك سدورنا هي النتيجة بس اللي زعلت ولكن كان من الأولى أن احنا نكسب ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل احنا متصدرين المجموعة ماتش النهاردة ان شاء الله بإذن الله بعد المكسب حيبعدنا يعني ماتش النهاردة الهدف النهاردة لوحيط طبعا الجماهير الآن قبل كاس العالم الجماهير عايزة تشوف أداء وعايزة تشوف نتيجة قبل كاس العالم تراح مع معمعة كبيرة قوي 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 وليفل تاني ومستويات تانية وكمان المرشح المحتمل اتحاد جدة السعودي شوفناها مبارح في ماتش دمك السعودي في الدوري خسروا ثلاثة واحد ولكن مريحين مجموعة في مجموعة كانت غايبة بسبب الإصابات محضرين نفسهم للماتش اللي جاي يعني هما مبارح واضح جدا من الاتحاد السعودي ما كانش بيفكر في المباراة لا بيفكر في اللي جاي بيفكر في ماتش الأهلي المصري واكيد مستر كولر دماغه برضو فيها حيز من التفكير للماتش اللي جاي عشان كده مش عايز اقول بروفا ولكن التشكيلة اللي حيلعب بيها النهاردة اعتقد اعتقد بعد عودة المصابين الحمد لله منعم رجع مودست رجع بعد عودة المصابين اعتقد ان ده حيبقى التشكيل الامثل والافضل لمستر كولر اللي بيفكر فيه اللي حيبتدي الماتش الجاي بتاع نادي اتحاد جدة واكيد بيشغل حيز من تفكيره ترجمة نانسي قنقر